أباس مشاهدين كراما نفتح ملفنا للنقاش هذه خصصنا لهذا الموعد الإخباري فرحة عيد الاضحى تكريس لقيام المعايدة واللمة بين العائلات الجزائرية الثبات على الطعاة استمرارية الطهارة الروحية والمدومة على فعل الخير والأعمال الصالحة ماذا بعد عيد الاضحى المبارك؟ كل هذا أكثر مع فضيلة الشيخ عبد الكريم غولة الإمام الخطيب الحاضر معي فيها للسوديو نبيك فضيلة الشيخ شكرا لقبولكم الدعوة عيدكم مبارك سعيد رب الله مننا ومنكم إن شاء الله شكرا لكم على الاستضافة ونهنئ الأمة الإسلامية وكل الجزائريين بهذا العيد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى أمتنا بالأمن والأمان والسلم والسلام والرحمة والرفق بالمؤمنين إن شاء الله إن شاء الله هذا ما نتمنى الرحمة التي تحدثت عنها والرفق الذي تحدثت عنها بالمؤمنين بالمسلمين خاصة في أيام مباركة خاصة في عيد الأضحى المبارك كانت قليلة وقليلة جدا أيام الماضية الأيام التي سبقت عيد الأضحى المبارك على كل نسان وخصص حيزي النقاش فيما يخص هذه النقطة واللهيب الذي كان في أسعار الأضاحي وقضية التجار وما إلى ذلك في البداية طبعا نحن اليوم في عيد الأضحى المبارك صحيح أنه أصبحت العادة اليوم في عيد الأضحى المبارك العادة الاجتماعية أنه التراحم التآذر التلك اللمة بين العائلات الجزائرية كلها أمور اجتماعية ملموسة جميلة أن تستمر لكن عيد الأضحى المبارك أكبر من ذلك بكثير عيد الأضحى المبارك عنده معاني روحية واجتماعية يجب أن ندركها ويجب أن نشعر بها أيضا ليس كذلك أبوريك فيك نعم العيد شرع لهدف بعد عبادة الله تعالى الهدف الأول هو عبادة الله سبحانه وتعالى ثم إدخال الفرحة والسرور على كل مسلم وعلى كل بيت بل أن الفرحة تتعدى غير المسلمين فلو كان لك جار أيا كان دينه فإنك تشركه فرحتك بالعيد تطعمه من أضحيتك وما أدرك إن كان مسلما مثلك مسلما نعم إذن في العيد هي شعيرة الغاية منها الفرح والسرور وهذا ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى لما يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله فانظر النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأكل والشرب على ذكر الله في العيد مع مقام الذكر ومقام الذاكر والله عزيزي لم يأمرنا أن نستكسر من شيء كما أمرنا أن نكسر من الذكر ما كانش أمر عبادة رب العزيزي أمر بالإكسار منها إلا الذكر واذكروا الله ذكرا كثيرا ما كانش صلاة كثيرة صياما كثيرا ذكرا كثيرا ولكن لما جاء إلى العيد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب على الذكر والأكل والشرب هو مظهر من مظاهر الصرور مظهر من مظاهر الفرح مظهر من مظاهر السعى والإنبيسات الإنسان كي يكون مرتاح يأكل يشرب ويعبر عن راحته بالأكل والشرب لهذا لما نفرح لما الإنسان يتزوج يظهر الفرح والسرور كيف يعبر عن ذلك؟ بالطعام بالأكل والشرب فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد بتشريع الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة فيها ترويح على النفس فيها تنفيس على النفس عشنا مثلا نحن في العالم كله عاش سنتين من وباء الكورونا الناس عاشت ضغط نفسي رهيب جدا فحتاجت الناس في هذا العيد أن تتنفسها أن تسترويح عننا وتعبر وتخرج من هذا القلق الذي عاشته طيلة سنتين تعبر عنه بالفرحة ومظهر الفرحة بالأضحية بشراء الأضحية ولهذا كانت الأضحية أيضا تعبيرا عن الفرح والسرور والتوسيعات في العيد فيقول الله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعم القانع والمعتر كونوا وكل ناس معاك كونوا وكل فقير كونوا وكل محتاج البائس اللي ما عندوش السائل غير السائل المتعفف كونوا فرح وفرح 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 الناس معاك فشرعت الأضحية من أجل هذا هذا مغزى سامي من مغازي العيد ويدلون على واقعية الإسلام الإسلام ما جاء ليكبت النفس ويقهر النفس ويحرم النفس من الاستمتاع بمنذات الدنيا قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق كل والنبي يقول كل ما شئت ولبس ما شئت ألبس وش قادر تلبس ألبس وش قادر تأكل كل ما أخطأتك خصلة إسراف ومخيلة تجنب الإسراف وتجنب المخيلة أنك تأكل وترفض روحك على الناس لما تأكل تأكل بتوضع وتوكل الناس معاك وتتوضع لله سبحانه وتعالى إذن فهكذا هو العيد عندنا في ديننا فسحة للراحة فسحة للترويح على النفس وفسحة للتوسيع على العائلة والتوسيع على من حولك والمحيط الذي حولك جيرانك أصدقائك في العمل الناس التي تعرفهم تنفس عنهم وتروح عنهم وتعينهم وتدخل عليهم الفرحة والسرور في ذات السياق أيضا أنه في عيد الأضحى المبارك هناك مضمون عميق لمفهوم مفهوم خاصة الأضحية لأنه البعض يقول أيضا أن الأضحية تضحية والانتقال بها أيضا إلى طهارة الروح وتزكية النفوس بالدرجة الأولى نعم ذلك أن الغاية من الأضحية الغاية الأولى هي ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والإنسان أعماله كلها ينبغي أن يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى مصداق قول الله عز وجل أولا في سورة الأنعام قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين وفي الأضحية قال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالغاية منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فأنت تتقرب بها إلى الله تشكره على ما ثخرها لك أتصور أنت صور بهذا الحجم كيف تقدر عليه انظر حيوان أبسط منه الفهد أو النمر أو كذا أضعف منه لا تقدر عليه عليش هذا ضعيف ما تقدرش عليه وهذا قوي تقدر عليه هذه آية من آية الله سبحانه وتعالى فالله يريك أن الله تعالى هو الذي أقدرك عليه وهو الذي سخرها لك فتشكره عليها ثم تشكره عليها بأن تبتغي بها وجاهه وتشكره عليها بأن تطعم منها غيرك وهذا الإطعام هو طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى وهو باب من أبواب الجنة أن تسأل عن جارك أن تسأل عن قريبك أن تسأل عن من حولك تطعمه من الأضحية تبتغي بذلك وتطرق وتسأل باب من أبواب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعم الطعام وأفش السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ويقول إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قالوا لمن هي يا رسول الله هذا الغرف في الجنة ما تصورهاش ما تقدرش تصور القصر هذا الغرفة هذه قالوا لمن يا رسول الله قال أول لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلوا بالليل والناس نيام أول صيفة هي اطعم الطعام قبل قيام الليل إدخال الفرحة إشراك الناس الفرحة أفضل من أن تقوم الليل تفرحها إلى عبد الله بن عباس يقول لأن أقوت أو أعول أهل بيت أحب إلي من حجات بعد حجة لو كان خيروني يعطوني باب أني نتصدق ونفرح عائلة ولا نحج كل عام يقول لنفرح عائلة أعظم عند الله وأحب إلى الله من أني أدخل ولكن للأسف هذا الأجر وهذا السواب هناك محرومون منه خاصة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي تجار هذا السنة تجار هذا العام ربي يهديهم اللي حرموا الناس هذا الأجر وحرموا الناس هذا الفرحة أنت شارك الناس بالفرحة حتى تربح مئة ألف الأضحية ولكن تربح غرف في الجنة تربح هذا الفرحة اللي فرحت عائلة لما يسرت عليها ومن يسر على معسير يسر الله عليه كي نعقابات يوم القيامة الأمر صعيب يوم القيامة شديد يوم القيامة باش تيسروا يسروا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما تيسر على غيرك في الدنيا سبحان الله أنت يسر عليه الله عز وجل يسر عليك يوم القيامة وتعسر عليه الله عز وجل يعسر عليك يوم القيامة تحرم إنسان الفرحة في الدنيا تخشى أن يحرمك الله عز وجل الفرحة في الدنيا والفرحة يوم القيامة وكم من عائلات هذه السنة حرمت هذه الفرحة لأن نتكلم عن اليتامة اليتيم هذه السنة هذه لا يفكر في الأضحية جزى الله سبحانه وتعالى الجمعيات الخيرية الناس اللي راه قيمة بالعمل خيري وتسأل عن الهاتامة وتتفقده وتوصل لهم ولكن هذه السنة تكلموا عن الموظف الموظف راه كاليتيم هذه السنة في شراء الأضحية حرم الموظف صاحب الراتب البسيط المتواضع من الأضحية الموظف الذي لم يجد إعانة لا يضحي هذه السنة الأضحية الله عز وجل شرعها لينشر الفرحة فلا تكن سببا في منع هذه الفرحة فيمنعك الله عز وجل هذا المال الذي تكسبه المال مقدر الله عز وجل والله غير قدر لك وش رايح تربح المال تعكرها محدد مقدر ربحت عشرين مليون ربحت مليار والله ما رايح تزيد فوق شكاتبك أربي عز وجل ولكن هل سيكون هذا المال أداة سعادة لن يكون أداة سعادة أم أداة شقاء لأنك أشقيت غيرك أتريد أن تسعد بإشقاء غيرك والله لن تسعد وأنت تشقي غيرك بل إن دعوات هؤلاء المحرومين قد تكون سببا في من شقاء من شق عليهم فتاجر مع الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تابور تجارة ما تخسرش التجارة ما تخسرش هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى أن ترجو الثواب أن ترجو الأجر أن ترجو الحسنات تشري الحسنات الله عز وجل أعطاك فرصة باش تشري الحسنات بهذا المال هذا يا الله عز وجل أعطاك فرصة ليصب ليملأ ميزان حسناتك باش يعمر لك الميزان حسنات تاعك باش يعمروا لك لما تفرح عيله لما يجي هذا الإنسان المحتاج لي مش قادر يجي يشري الأضحية أستسمح لضرب المثال بالرقم الأضحيات دير استملاي إنسان ضعيف تقوله الله غير هاك اديها بخمسة ونص اديها بخمسة أنا مش راح نخسر أنا راح نربح راح نعمر الميزان تعي الحسنات التاعي تاجر مع الله سبحانه وتعالى لما تتاجر مع الله سبحانه وتعالى تربح يوم القيامة وتربح في الدنيا الله عز وجل يملأ قلبك ونفسك طمأنينة سكيناتا سعادة روحا وريحانا تعيش وحد الراحة النفسية والله لن تشتريها بالمال هذا ضروري اليوم أن المسلم ليس مسلما بالاسم فقط نحن للأسف الكثير مسلم لأنه لما تسأله ما دينك يقول ديني لإسلام وفق اليوم لأن هناك أمور خلف ذلك كثير لأنه معرفة معاني التقوى خاصة بالحديث على عيد الأضحى المبارك بأنك فتحت هذا الملف قضية بعض التجار ومعظم التجار سمحهم الله في هذا العيد الأضحى المبارك هناك معاني التقوى كامنة في التضحية والفداء لأننا قلنا الأضحية تضحية لا بأس أن تضحي لن إلاك احتربح نقولها بالعامية 20 مليون في الأضحى اللي شريتهم تربح تربح 10 ملايين فهذه تضحية أيضا تتقدمها ابتغاء وجه الله ابتغاء مرضات الله عز وجل بوريك فيك نعم من معاني الأضحية التضحية التضحية تتجلى أولا أنك المال عازيز على الإنسان تريح تشري أضحية ب6 ملايين ب7 ملايين ب10 ملايين المال كبير تفكر فيه شعر مرة باشتها تخرجوا وهذه الأضحية رايح تتقرب يعني لما تتقرب الأضحية رايك تتقرب ب7 ملايين ب14 ملايين اللي شيت بها الأضحية تقربت بها إلى الله إداخرتها عند الله التضحية الثانية أنك الأضحية لما رايح تخرج منها جزء تطعمه هذه الصحية أن تعطي من مالكة دون مقابل الإنسان تعود أن يعطي بالمقابل يخرج آلف باش يدخل ألفين لا أنت رايح تخرج آلف بدون مقابل في الدنيا ولكن مقابله كبير يوم القيامة الحسنة الواحدة يوم القيامة لا تشتريها حسنة غدوة تطلبها لا تشتريها بالمال كله اللي ربحته في العيد هذا يا تبحث عنها هذا المال اللي ربحته وتحوس على حسنة تشريها ما يشريها لك شو المال هذاك ولكن قادر أن تشري حسنات لما تساعد هذا الإنسان هدايا لما تدخل الفرح على هذا الإنسان هدايا لما تخفف على هذا الإنسان هدايا وتفرحوا رايح تشري حسنات يوم القيامة تفرح بها تحمد الله سبحانه وتعالى وتشكر الله سبحانه وتعالى تقول له كان غير ما ربحتش أخذوا يوم القيامة لما تشوف الأجر تضحية هذه تقول لك أن غير مديت حتى دينار كين بالمقابل كما كين الناس اللي تشقع الناس وتحرم الناس الفرحة كين بالمقابل أناس محسنون وهم كسرون في هذا البلد البلد الطيب وهذا البلد الطيب يخرجون باته بإذن ربه سبحانه وتعالى والله تصور أنا قبل العيد بيومين أو ثلاثيام زميل سألني على عائلة هل شروا الأضحية يتامة أم لم يشتروا أضحية قلت له والله حالا سأذهب إليهم رحت لهم خرجي لي ابن صغير حوالي 12-13 سنة قلت له شروا أضحية قال لي ما زال قال لي جيبهنا اليوم العشية قلت له العشية والله قدوا إن شاء الله رحت للإنسان هذا يا رحنا للسوق شرين الأضاحي ورحنا وصلنا له تصور لفرحتها البنت هذه صاحب المحسن هذا يا بقدرش يتصور الفرحة أو يستوعب الفرحة اللي شفها في عيني الطفلة هذيك سبحان الله فرحة لا تقدر فرح هو راح فرحان ونصارف وحد الفرحة هو يشعر بوحد الشعور اللي أعظم من هذك المال اللي نفقه هذه الفرحة لا تشترى بالمال هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أبقى فينا هذا الفئة من الناس التي تفكر في الضعيف وتفكر في مشر الفرحة الله عز وجل حتى ينشر رحمته لابد هناك شرط ليتحقق المشروط لابد من تحقيق الشرط ليتحقق المشروط لتتحقق رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق لابد على الخلق أن يتراحموا بينهم إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إنما يرحم الله من عباده الرحماء هذا الفرحة لا تفرحها يفرحك ربي عز وجل في صحتك يفرحك الله عز وجل في وليدك بالك راح يقرأ ينجح شهادات عليا يفرحك الله عز وجل في وليدك صالح وأي نعمة هذه صلاح الزرية يفرحك الله عز وجل في زوجتك زوجة بارة بزوجها محسنة إلى زوجها أي نعمة هذه وهذه من سعادة الدنيا سعادة الدنيا الزوجة الصالحة هذه الزوجة الصالحة باش تجيبها تجيبها بهذا العمل الصالح الله عز وجل يصلح لك حياتك كلها حياتك كلها تصلح في بيتك مع أولادك إذا كانت زوجة غير صالحة أي حياتي في البيت إذا كانت أولاد غير صالحين أكيد كل هذا يجب أن يتوفر في الإنسان في المسلم هذا اليوم وجب مراجعة أنفسنا وأن نتوقف قليلا ونطرح السؤال هل نحن مسلمون صحيح هل نحن مسلمون بالفعل في الميدان بالعمل أم نحن مسلمون فقط لأننا تعودنا على الإسلام وتعودنا على أننا مسلمين فقط هذا كذلك هذا من فهم الخاطئ للإسلام الفهم الخاطئ للإسلام الذي يريد بعضهم أن يجعل من الإسلام كالمسيحية المسيحية عبد الله في الكنيسة لما تخرج من الكنيسة اسمح لي بالعامية بالدرجة لما تخرج من الكنيسة ما كانش ربي حبينا نوليوه هكذا الإسلام في الجامع الإسلام صلي وأي صلاة هذه هذه هي الصلاة الإسلام كل سنة في الحج بـ 80 مليون يحج و بـ 100 مليون يحج و بـ 100 مليون يحج كل عام في الحج هل هذه الأدوة والإسلام هذه العبادات الله عز وجل جعلها أدوات فيها مغزيان ومقصدان المغزى الأول هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والمغزى الثاني هو منها تهذيب الخلق تنمية وتزكية النفس وتطهيرها الصلاة إذا لم تطهرك فليس بصلاة الصيام إذا لم يزكي فيك خلقك فليس بصيام الحج إذا لم يرفع ويسمو بأخلاقك يرتفع ويسمو بأخلاقك فليس بحج إذن العبادات إذا لم تحقق الهدف وهو تنمية الأخلاق فيجب مراجعته نعم لابد من مراجعة الإسلام وإعادة فهمه فهم صحيحا ربما الإنسان لما يستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مالك في الموطأ وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذه الرسالة التي بعثت بها أتمم مكارم الأخلاق الإنسان قد يسأل إذن أين هي الصلاة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبوا عثالي يتمم مكارم الأخلاق который رايي الصلاة والرق الصيام فنقول إن الصلاة هي وسيلة لتهذيب الأخلاق مع عبودية الله الزكاة وسيلة تهذيب الخلق خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم تطهير نفوسهم تطهير أخلاقهم وتزكيهم بها أي تنميها تنمي الأخلاق الصيام لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزوري والعمل به فليس هناك حاجة بأن يدعى طعامه الصيام إذا ما هذبش الليسان وما هذبش الخلق تاعك لا حاجة لله سبحانه وتعالى وشنفيدة ريحجي عن نارك نعم فالإسلام دين الرحمة انظر كم إنسان قد لا يدخل الجنة بصلاته يصلي لا يدخل الجنة عشرين حجة لا يدخل الجنة يصوم رمضان ويتطوع ولا يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة عن مرآتين كيف هي؟ قالوا يا رسول الله هي أكثرنا صلاة وصيام وصدقة ما كاش اللي يصوم كيفها ما كاش اللي يصلي كيفها ما كاش اللي يصدق قدها إلا أنها تؤذي جيرانها قال هي في المار لا تغني عنها صلاة لم تغني عنها لم تنفعها يوم القيامة الإسلام دين الرحمة الصلاة تعلموك الرحمة أن ترحم الناس علاش تصلي في جماعة حتى تشوف الناس كامل جيرانك تلقى بهم في الجامعة تعرف أحوالهم اللي راه مريض تعرفه اللي راه فاقير تعرفه اللي راه محتاج تعرفه ها هو المغزى من صلاة الجماعة باش نعرفه بعضنا نسألوه على بعضنا حتى نتراحم اللي راه مريض تروح تزوره اللي راه مريض تعاونه يداوي اللي راه محتاج تعاونه يقرأ مش قادر يقرأ من أعظم الأعمال أعظم البر صدقة جارية تبقى لك احنا عندنا مثلا سنة من السنوات الماضية الآن شاب راه الآن في ماليزيا يحضر دكتوراه فالمالية الإسلامية هذا إنسان محتاج فقير مش قادر يروح يحضر دكتوراه تعه هاولناه في الجامعة معه محسين ربي جزيه أعطاه المبلغ روح تحضر الدكتوراه تعك هذا العامل تعه يبقى يخدم عليه يوم القيامة وهذا الذي يشفع له انظر الرحمة الرحمة باغي من باغايا بني إسرائيل يعني امرأة تمتهن الفاحيشة خدمتها الفاحيشة دخلت الجنة في ماذا؟ في كلب ساقته الرحمة خلق الرحمة هذا هو الإسلام أن يترحم الناس فيما بينهم ساقت كلب عطشته يعطشانة شربت شافت كلب يطوف حول الماء حست به حست به بأنه عطشان هبتت وحمرته الماء وسقاته دخلت الجنة امرأة أخرى مسلمة دخلت النار تصلي وتصوم دخلت النار بواش في هرات حبستها لا هي أطعامتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض هذا هو الإسلام الإسلام دين أن تشعر بالناس أن تحس بالناس بهموم الناس وأن تعين الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقبلنا في الإسلام ما هو من فرج عن مؤمنين كربة من كرة بالدنيا فرج الله عنه كربة من كرة بيوم القيامة من سترى مسلم في الدنيا سترى الله يوم القيامة هذا الإنسان المحتاج لما تستروا ما تخليه شي يخرج البر يمد يده لا تتركه يخرج يهرق ماء وجهه وانت تستروا وتدينوا الإعانة هذه الدار ولا يراك إلا الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يسترك يوم القيامة كيفا يسترك يشكون فينا مع دنوش الذنوب أنا مع مريم الذنوب ربي يسترنا ربي يره ساترنا في الدنيا وكما قال سيدنا عمر لو تكاشفتم لما تعاشرتم لو كان ربي يكشفنا انت فضحوا العياذ بالله ربي يسترنا شو الله فهذا الذنوب بتاعك يوم القيامة الله عز وجل يسترها عليك باش بسلات بسلات فرد ما نتكلموش عليها دي فرد ما ننقشوش فيها مش معناه نقص من قيمة الصلاة ولكن نتكلم عن الصلاة التي لا تسمر هذه الأخلاق فنقول إنسان صحح صلاتك راجع نفسك هذه ما هي صلاة فإذن الصلاة هي التي تسمر الرحمة الصيام هو الذي يسمر الرحمة الحج هو الذي يسمر الرحمة الزكاة هي التي تسمر الرحمة في المجتمع هذه الرحمة حين تشيع في المجتمع حين يترحم أبناء المجتمع تعطي مجتمع متماسكا قوي هو ذلك المجتمع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ووصف وفقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد بالسائل الحمى وفي حديث آخر يقول المؤمن للمؤميني كالبنيان المرصوص يشدوا بعضه وبعضا هذا اللابينة تحكم هذا اللابينة وإلا الصور يطيح هكذا المؤمن يرفض خوه ما يخليش خوه يطيح هذا هو المؤمن هذا هو المسلم ما يخليش خوه يطيح وهذا الصور لاحظنا فيه تصدعا خطيرا في الأيام الأخيرة التي سبقت عيد الأضحى المبارك في معظم الأسواق من أن نتحدث عنها الأضحى المبارك في معظم أسواق الماشية يعني أنه اليوم ما وش سهل أنك تكون تاجر تاجر بصفة عملة ليس فقط من يبيع الأغناء تاجر بصفة عملة ليس سهلا تكون تاجرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تاجرا ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان تاجرا سيدنا عثمان رضي الله عنه ذو نورين أحد العشر المبشرين بالجنة باش سبق باش تخل الجنة بشر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ضر عثمان ما صنعه بعد اليوم بالبذل بما كان يبذله اشترى بئر معونا بئر الناس محتاجين للماء لكن في زمان التجار تعليوم يحفروا الآبار باش يبيع ويزيد يربح ويضاعف السعر سيدنا عثمان رضي الله عنه اشترى البئر من اليهودي بثمن مرتفع ووقفها في سبيل الله راه تخدم على سيدنا عثمان لليوم كين أوقافه كين رقم حساب رقم حساب اليوم الفين واثنين وعشرين الف وربعمائة وثلاثة وربعين هجرية كين رقم حساب اليوم باسم سيدنا عثمان يجري لسيدنا عثمان إلى يوم القيامة يبقى يجري هذا الحساب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق أبو بكر بكسرة صلاة ولا صيام ما اسبقه مش بالصلاة والصيام اسبقهم بماذا اسبقهم بماله الذي كان يبذله للمسلمين سيدنا عثمان رضي الله عنه جاتوا فرصة باش يربح أزمة في المدينة المنوارة في خلافة سيدنا أبي بكر سيدنا عثمان عنده سلحة دخلته السلحة واحدة ما يملكها غير عثمان رضي الله عنه عثمان واحد سلحة مستوردة لم يستوردها أحد إلا سيدنا عثمان يعني يبيعها بالسومن اللي يحب وجوه تجار المدينة كلهم يسوموا فيه بيعها لهم يتنفسوا شكون يشريها وضاعفوا له السعر عشر مرات يعني السعر التع مليون بعشر ملايين تع عشر ملايين بمية مليون ولم يبيعهم سيدنا عثمان قال هي وقف لله على فقراء المسلمين المسلمين لرهم جعانين اليوم ورهم في أزمة ورهم في شدة والله إلا أربح معهم دينار اليوم اليوم نربح مع ربيع عز وجل اليوم نتاجر مع الله سبحانه وتعالى ووقف السلعة كلها المفقودة في السوق التي لم يكن له وقفها على المسلمين على فقراء المسلمين التجار اللي جونه يشريوها لا يريدون أن يتاجروا باش يرمحوا ويضاعفوا الأسعار كل واحد فيهم يحوس يشري على سيدنا عثمان باش يتاجر مع الله سبحانه وتعالى يحوس يشريها على عثمان بيسبق للصداقة يتصدق بها ليبذلها هذا هو المسلم بهذا كان سيدنا عثمان من العشرات المبشرين بالجنة وبهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم بهذا سبق ولو نعمل إسقاط على على واقع التجارة اليوم وعلى واقع عدد كبير من التجار سمحهم الله التجارة أولا وقبل كل شيء خلق تحتاج إلى علم بإحكام التجارة يعرف أنواع البيع الجائزة وغير الجائزة هذا أولا ثانيا التجارة خلق في المعاملة مع الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب رجلا سمحا إذا باع مش تجي تشري عليه مع عزبتك شسلعة ولا غشك في السلعة تكلم معاه تسمع منه كلاما لا يسمع وأحيانا ندخلوا أسواق الآن راهبا فيه فئة من بعض الناس في الأسواق يتاجروا ما تقدرش تمشي مرة لدخل السوق ما تقدرش تمشي مع زوجتك ولا مع ابنتك ولا حتى مع ابنيك تسمع وما لا يسمع حتى أصبح مصطلح يتم تداوله في الشارع الجزائري طبعا أن الأسواق أصبحت أشر البقاع هذا المصطلح أصبعنا نسمعه كثيرا في الشارع الجزائري بينما إذا تحدثنا عن الأخلاق فيجب أن تكون عكس ذلك الأسواق نعم السوق كان سيدنا عبد الله بن عمر ينزل السوق لا ليشتاري ما عنده احتحاجة ينزل ليكسب الأجر أي أجر ينزل ليجوز على التجار ويسلم عليهم السلام عليكم السلام عليكم بعشر حسنات ورحمة الله بعشرين حسانة وبركاته بثلاثين حسانة يجوز في السوق يجوز على التجار يجمع الأجر يجمع الحسنات معهم أخلاق معاملة في السوق كلمة طيبة سمحا إذا باع سمحا إذا اقتضى سمحا إذا اشترى التجار أخلاق صدق أولا في معاملة الناس التجار أولا أمانة أمانة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشة فليس منا في التجارة أن الإنسان لا يحلف لا يقسم من أبواب جهنم اليامين الغاموس اليامين الغاموس هي في تجارة والله يشري تسلعب بكذا وهو كاذب فالتجارة صدق وسماحة مع الناس هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو التاجر صلى الله عليه وسلم دخل السوق يبيع الخديجة رضي الله عنها خرج لها في تجارة خارجية يبيع ويشري دا سلعة باعها ويشري يسلعها ويجيب يبيعها في مكة ربح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يربحه تاجر قبل النبي صلى الله سلم رح يربح الخادجة رضي الله عنها هو أجير عندها ولكنها الأمانة ولكنها السماحة ولكنها الصدق فلما تاجر بهذه الأخلاق كان تاجر بهذه الأخلاق ربح ربحا لم يربحه أحد فالربح مع الله أرزاقه والله سبحانه وتعالى والله عز وجل يرزق ويبارك للصادقين يرزق ويبارك للآمين الذي يحفظ الأمانة في تجارته الذي يسر على الناس ولا يعسر على الناس ولا يستغل حاجات الناس وأزمات الناس ليزيدهم ضيقا على ضيق المسلم هو الذي يسعى لإدخال الفرحة على الناس وليس المسلم الذي يحزن الناس المسلم الذي يسر الناس وليس المسلم الذي يبكي الناس مش اللي يبكي الناس مش هذا هو المسلم المسلم هو اللي يفرح الناس ورب عز وجل يفرحه ونحن نقول كل من فرح إنسان فرح عيلة فرح عامل بسيط ربي عز وجل يفرحه اليوم إن شاء الله في هذا اليوم يوم الحج الأكبر إن شاء الله والإنسان اللي يشق وحزن إنسان وبك إنسان نقول له ربي عز وجل يهديك وربي عز وجل يتوب عليك إن شاء الله وربي عز وجل لا يصلح دينك ويصلح دينيك إن شاء الله إن شاء الله فضيلة الشيخ عبد الكريم غول الإمام والخطي ماذا يمكن أن نقول في الأخير حتى على الأقل نطوي هذا الملف والله ما أحواجنا كنا تكلمنا على التماسك إدخال فرحة التي تصمر وتماسك في المجتمع ما أحواج بلدنا اليوم خاص في هذه الظروف والتربص بهذا البلد وبهذا الوطن التربص الخارجي لن نستطيع أن نواجه هذا التربص إلا بتماسك داخلي وهذا التماسك لا يكون إلا يوم يرحم بعضنا بعضا يوم يعين بعضنا بعضا هذا أولا ثانيا أود أن أتوجه بالتهنئة للعيد أولا لجيشنا الوطني الشعبي اللي رايليون في الحدود ما عيدش إحنا رأينا في الدار فرحانين ورأينا نشويه في الحم ونكله في الكبداء هو بالعامية بالدرجة اللي نفهمها اللي نتكلمنا وإحنا جوزنا الخدمة الوطنية هو رأي في الجاريطة في السخانة هذه تحية لهذا الجيش الوطني الشعبي الذي يحفظ أمن هذا البلد اللي بفضله إحنا اليوم رأينا نمشي وين نحم في البلاد صحيح للدرك الوطني والأمن الوطني اللي ما عيدش اليوم كالي ما صلاش العيد رأي خدام من أجل ماذا؟ من أجل أن أكون أنا آمين اليوم نصلي مرتاح آمن نزور العيلة التاعي مرتاح ندخل للدار نعيد مرتاح نمشي في الطريق مرتاح آمن رأي في الطرقات ليحفظوا أرواحنا ويحفظوا أموالنا وممتلكاتنا تحية لكم لطاقم القناة والطارق تحية لكل عائلة غول أينما وجدوا تحية للعائلة تحية لأسهاري تحية لكل الأقارب والأصدقاء وأستسمح أن أخص في هذا اليوم العيد بعض الأصدقاء من زمالاء الخدمة الوطنية من سنوات الثمانينات أخص منهم الزميل عبدالقادر غزالي من أدرار عبدالله من أهدوي من أدرار الزميل عبدالجبار نجاع من ولاية توغورت ومن لا أذكره وكل من يعرف الشيخ عبدالكريم في المعهد في أثناء الدراسة كلهم أزفوا لهم تهاني العيد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم وأن يسبغ على بلدنا الأمن والأمان والسلم والسلام والخير الدائم المستمر غير المنقاطع إن شاء الله إن شاء الله نشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عبدالكريم أقول الإمام الخطيب وجودك معنا اليوم عندكم مبارك مرة ثانية تقفى الله مننا ومنكم إن شاء الله آمين يا رب العالمين شكرا جزيلا